قم بنا اليوم نبتغي درب عز يكمن العز تحت حد السلاح كانت هذه احدى قصائد شهيد نايف الجماعي الذي رحل قويا ورفض البقاء ضعيفا خانعا تحت هيمنة الميليشيات الحوفية الطائفية التي شنت حربها على اليمنيين سعيا منها للسيطالة والتحكم باقدارهم وفقا لرؤيتها الكهنوتية التي تقسم المواطنين الى طبقات متميزة على اسس عنصرية تعطي الحركة السلالية الحوثية الحق في التسييد والاستعباد عام كامل يمر على استشهاد الجماعي احد ابرز قادة المقاومة الشعبية في المناطق الوسطى حيث تزعم جبهة بعدان بمحافظة اب وقاض معارك شريسة ضد الحوثيين في المنطقة وانتقل بعدها الى جبهة دمت التابعة اداريا لمحافظة الضالع وانخارط في معارك الدفاع عن المدينة وتمكن من تكبيد ميليشيا الانقلاب خسائر كبيرة نحن نمتلك عزيمة ولله الحمد شامخة كشموخ وثبات جبال اب الشامخة ونمتلك ايمان ونمتلك عقيدة ونمتلك قضية اساسا لم يحتمل الشهيد الجماعي مشهدا نياشين العسكرية وهي تؤدي صنوف الطاعة لزعماء العصابات الحوثية وعلى الرغم من قدرة الجماعي على العيش خارج البلاد الا ان مشاعر الكرامة والانسانية والروح اليمنية المسكونة في وجدان الشهيد تحركت وتفاعلت مع مشاهد القتل وتفجير المنازل والمساجد والاغالي في اذلال اليمنيين بدأ الشهيد نايف يستثمر طاقته الابداعية في الشعر والادب والخطابة لاستجاشة مشاعر اليمنيين للانخراط في مقاومة العصابات الحوثية السلالية تحت هدف اليمن الكبير واستعادة الكرامة الانسانية المهدورة وسعيا لبناء دولة القانون والعدالة احنا للقلم والقرطاس صدرنا الثقافة للناس واحنا العقيدة حراس راجع يا غبي سيرتنا نقسم بالعزيز الجبار بنوقف بوجه الاشرار عهد الله قال الاحرار من عزة تعز عزتنا وكما هو حال القادة الكبار الذين يختارون بانفسهم النهايات اللائقة بمقاماتهم الرفيعة اختار القائد نايف الجماعي نهايته شهيدا واقفا على اطراف مدينة دمت على مقربة من وادي بناء في ساعة مبكرة من فجل السابع من نوفمبر من العام الفين وخمسة عشر تاريكا وراءه تاريخا من حب الناس والنضال والمقاومة ليس في الادب والشعر فحسب وانما في الميدان ايضا رحل شهيد الجماعي كبيرا ولم ينهزم امام الايام الصعبة او يتعثر في الطريق الشائكة وتجاوز جميع التحدي